كل ما قاله نتنياهو ووزير دفاعه قبل قليل يتناقض تمام التناقض مع كل ما قاله جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بالأمس الرجل قال حل الدولتين نؤكد على حل الدولتين غزة ستسلم للسلطة الفلسطينية بين قوسين بعد تأهيلها بالطبع ينبغي أن تنهي إسرائيل حربها الكثيفة أسماها الحرب الكثيفة يعني هذه الحرب شديدة الوطأ على المدنيين في غزة وأن تتحول إلى الحرب الانتقائية يعني أن تستهدف قادة حماس استهدافا مباشرا ودقيقا وأن تكفى في أقرب الآجال عن حربها الكثيفة التي تشنها الآن لماذا؟ لأن الفاتورة الإنسانية باهظة لهذه الحرب الكثيفة وليس فقط الفاتورة الإنسانية ما يهمهم بالطبع هو فاتورة العلاقات الدولية والموقف الرئيس بايدن والانتخابات وشيكا واستنزاف الولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي الداعن وهي التي تمد إسرائيل بالذخائر وبالسلاح وبالأموال المليارات التي هي بالعدد كيف تفسر يا أستاذ خالد تناقض ما قاله اليوم نتنياهو ووزير دفاعه مع ما قاله بالأمس بعد اجتماعه بهما مستشار الأمن القومي الأمريكي نعم مساء الخير أستاذ محمد وأعتقد أنه منذ الأسبوع الماضي وهناك فجوة في المواقف بين الإدارة الأمريكية وما يقوله بن يمين نتنياهو وتمسكه برفض حل الدولتين ورفض دخول السلطة الفلسطينية مرة أخرى إلى قطاع غزة لإدارة الشؤون هناك وذلك عندما تنتهي الحرب ويتم التخلص من تنظيم حماس كما يقول ويتمنى ولكن اسمح لي يا أستاذ محمد نقول أن المؤتمر الصحفي اللي احنا استمعنا له قبل قليل ربما تكون هي بداية النهاية عمليا لنتنياهو وحكومته من الدواعش والمتطرفين وذلك في عقاب حدثة مقتل الإسرائيليين الثلاثة على يد جنود الاحتلال أنفسهم في قطاع غزة في حي الشجعية كما أشرت وذلك لأن ما حدث هو يعني أسوأ كابوس بالنسبة لأسر المحتجزين في قطاع غزة والذين يتظهرون الآن ونحن نتحدث وما كان يحذر منه حتى الأسرة الذين تم إعادتهم من قطاع غزة إلى إسرائيل من أن القصف الإسرائيلي العشوائي الوحشي هو يؤدي عمليا إلى مقتل المحتجزين الإسرائيليين أنفسهم ووفقا لحماس نفسها فإن منذ بداية هذه الحرب قتل تسعة من الأسرة الذين بحوزاتهم ومنهم أحد الجنود وبالتالي الآن ولأول مرة ربما في المظاهرات نستمع إلى دعوات صريحة إلى وقف الحرب مع التخلي عن الوهم الذي يردته نتنياهو بشكل مستمر فيما يتعلق به القضاء على تنظيم حماس والقول أن هذا القصف الإجرامي الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني هو الذي يؤدي إلى الإفراج عن هؤلاء المحتجزين ده أنا ممكن أزيدك من الشعر بيتا يا أستاذ خالد وزير الدفاع الإسرائيلي قال قبل قليل سنقضي على فكرة حماس تصور أنا في كل أدبيات الطغاة في العالم لم أسمع طاغية يتبجح بأنه سيقضي على فكرة كيف تقضي على فكرة؟ هذه المأساة وأصلي المسألة أستاذ محمد ليست القضاء على فكرة الحماس والقضاء على فكرة المقاومة لأننا الفلسطينيين يقاومون منذ العام 65 وقبل ذلك طبعا بس منذ إنشاء تنظيم فتح على الأقل وهم يمارسون مختلف أنواع النضال ولم يتم إنهاء فتح ولم يتم إنهاء الجبهة الشعبية وبالعكس ظهرت تنظيمات جديدة بعد ذلك بما في ذلك حماس وفي الضفة الغربية التي تخضع للسلطة الفلسطينية وأجزاء على الأقل منها بدأنا نشهد في بداية العام مع وصول حكومة نتنيا والحكم تنظيمات جديدة مثل عرين الأسود وغيرها وذلك لأن أصل المشكلة هو الاحتلال فإذا كان يتكلم عن القضاء على فكرة حماس فهو يعني هذه كلمات للاستهلاك المحلي للظهور بمظهر القوة في وقت يعني يشعر فيه بإحراج بالغ يعني بعد حادثة مقتل هؤلاء الثلاثة الأسرة في الأراضي الفلسطينية خاصة أن هؤلاء كما أشرت أستاذ محمد خرجوا عراء وخرجوا يحملون الرايا البيضاء فتم إطلاق النار عليهم قتل أثنين منهم ثم نجح الثالث في الهروب والدخول إلى داخل المبنى الذي كان محتجز فيه وتم وقف إطلاق النار ولكن فور خروجه مرة أخرى وهو يتحدث بالعبرية تم إطلاق الرصاص عليه وقتله يعني فيه فشل ذريع وفيه أيضا يعني انعكاس للسياسة الإسرائيلية المتبعة في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين وأستطيع أن أقول بكل صراحة أنهم وقعوا في شر أعمالهم لأنهم هم عمليا يقتلون المدنيين الفلسطينيين منذ بدء هذه الحرب بلا حساب وبلا خشية من أي عقاب ولو حضرتك تتذكر يا أستاذ محمد عندما تم التوجيه الأوامر لسكان شمال غزة للتوجه إلى جنوب قطاع غزة وكانوا يسيرون يحملون الأعلام البيضاء لم يمنع ذلك الجيش الاحتلالي الصهيوني من قصفهم وقتلهم إلى جانب طبعا يعني الفضيحة الأخرى الكبيرة التي أتمنى أن يراها العالم بكل وضوح وما حدث اليوم في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة عندما تدخل الجرفات الإسرائيلية وتقوم بإزاحة خيام النازحين من المرضى وغيرهم الذين كانوا في ساحة مستشفى كمال عدوان وقتلهم أحياء فيعني بالتالي كل هذا الحديث عن الالتزام بالمعايير الإنسانية وأن ما يحدث مخالفة لعقيدة الجيش الإسرائيلي كما قال وزير الدفاع ورئيس الأركان هو طبعا أكاذيب لأنه مش بس كده أستاذ محمد نحن عندنا خبرة طويلة مش هقول لك من سنة 67 نحن كمصريين قاموا بدفن أسران أحياء هؤلاء الإسرائيليين ولكن منذ 48 نحن لا ننسى ديريا سين لا ننسى كل هذه الجرائم المتتالية التي تؤكد أن العقيدة الإسرائيلية الذين يقولون أنها إنسانية وكل هذا الكلام الفارغ هي في الحقيقة عقلية عنصرية لا تتعامل مع العرب والفلسطينيين أنهم بشر ويقومون بقتلهم بدم بارد سيد خالد أحب أن أستثمر خبرتك الواسعة في الشأن الأمريكي وفي هذا الخيط الفولاذي الرابط بين واشنطن وتل أبيب حين تروج بعض وسائل الإعلام إلى أنه هناك جفوة بين بايدن ونتنياهو أنه الشق الفاصل بين الإدارتين يتسع أشعر بقدر من الشك والتوجس لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تعامل إسرائيل على أنها الطفل المدلل هذا الطفل قد يكون مشاغباً بعض الوقت لكن أنت لا تقتل طفلك إن كان مشاغباً أنت فقط ربما تلومه أو تقرعه تقريعاً أبوياً خفيفاً أليس كذلك؟ هو الأمر بالطبع يقوم فيه علاقة استراتيجية دائماً منذ مدى هذا الصراع والولايات المتحدة تقول أن دعم إسرائيل هي سياسة استراتيجية ثابتة لها لا تتغير وحتى بايدن عندما أحدث ضجة في الداخل الأمريكي عندما قال أن القصف الإسرائيلي عشوائي يتم في قطاع غزة وهي كلمة أو توصيف لم يكرره بعد ذلك المسؤولين الأمريكيين الآخرين فهو أكد في نفس الوقت أن ذلك لا يعني تراجع عن سياسة دعم إسرائيل وقام بمهاجمة تنظيم حماس وترديد نفس الأكاذيب التي يرددها الإسرائيليين بشأن الفضائع التي ارتكبها مقاتلي حماس والتي لم تتأكد بأي شكل من الأشكال والإدارة ترفض حتى الآن القيود أو محاولة بعض أعضاء مجلس الشيوخ فرض قيود على تصدير الأسلاحة إلى إسرائيل والتي يتم استخدامها لقتل المدنيين ولكن الحقيقة أن الإدارة الحالية إدارة ديمقراطية هي أقرب لربما اليسار الإسرائيلي إذا شئنا أن نقول ذلك أو التغير العلماني في إسرائيل أكثر منها قربا من حكومة الدواعش والمتطرفين ونتنياهو اليميني والمعروف برفضه لإقامة الدولة الفلسطينية أو الاعتراف بحقوق الفلسطينيين فمن المؤكد أن العلاقة ستبقى استراتيجية ومتينة وأساسية لدرجة قول بايدن أنه لو لم يوجد إسرائيل لا اضطررنا إلى اختراع إسرائيل فلا يوجد ما هو يعبر عن مدى عمق هذه العلاقة من تصريحات بايدن ولكن في نفس الوقت العلاقة متوترة منذ البداية بين إدارة بايدن وبين نتنياهو تحديدا وشخصيا ولا ننسى أن بايدن كان نائب رئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وكان هناك نزاع حاد بين الطرفين بسبب التفاق النووي مع إيران وكثير من الذين كانوا يعملون مع أوباما في إدارة أوباما بين الأعوام 2008 و2016 عادوا الآن للعمل في إدارة بايدن بما في ذلك بايدن نفسه بالطبع فالعلاقة أساسا وحتى بايدن يقول مزحا أنه يعرف نتنياهو منذ 51 عاما وهو يحبه ولكنه لا يتفق مع أي كلمة يقولها بسبب الاختلافات الأيدولوجية والاختلافات الفكرية بين الطرفين بالنسبة لشخص زي بايدن وبلينكين وبقية التاقم الحالي في الإدارة الحكومة الحالية هي حكومة ليس فقط مسألة التعامل مع الفلسطينيين ولكن زي ما شفنا في قضية الإصلاح القضائي أو محاولة اليمين الإسرائيلي السيطرة على مؤسسة القضاء فالإدارة الأمريكية الحالية رأت في ذلك تغيير لهوية إسرائيل وقتل الديمقراطية في إسرائيل فبالفعل هناك خلاف بين الطرفين ولذلك ربما يكون هدف التصعيد ربما الكلامي بعض الشيء في وصف القصف العشوائي أو مطالبة إسرائيل بأن تضع في الاعتبار أن العالم ليس مكون من الولايات المتحدة فقط وأنها تفقد الدعم الدولي محاولة للضغط على الداخل الإسرائيلي من أجل تغيير بين يمين نتنياهو شخصيا وطبعا التخلص من منغافير واسموتريتش وهولاء الوزراء الآخرين أصحاب التصريحات الشهيرة العنصرية في الرغبة في تهجير الفلسطينيين وتعيين شخص مثل بني جانس الذي كان رئيس أركان سابق للجيش والذي رعيناه قبل قليل الآن في مؤتمر الصحفي والذي تم الإثيان بيل إعطاء انطباع بأن هناك شكل من أشكال الوحدة الوطنية في إسرائيل أو يقير لبيد الذي كان رئيس وزراء حتى نهاية العام الماضي قبل إعادة انتخاب نتنياهو فهولاء على الأقل لن يأتوا بأشخاص معتهين زي بن غفير وزي سموتريتش ووزير التراث الذي هدد باستخدام القنبلة النووية لإزاحة غزة ويأتي بالوزراء الذين اعتاد الأمريكيين التعامل معهم من اليهود الليبراليين أو الصهيين الليبراليين وبالتالي يمكن تقديم بعض التنازلات فيما يتعلق على الأقل بالضفة الغربية عدم توفير البنادق والمدافع الرشاشة التي يقوم بن غفير بتوفيرها للمستوطنين في الضفة ربما التعامل بشكل أفضل مع السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن حقيقة الأمر أن ما حدث أستاذ محمد على مدى الواحد وسبعين يوم من جرائم العدوان الإسرائيل على غزة أننا سنشهد مرحلة طويلة بكل تأكيد من عدم الاستقرار وعدم اليقين فيما يتعلق بالقطاع وإن كان أؤكد لك مرة أخرى أن العد التنازلي قد بدأ وحتى باعتراف الإسرائيليين نفسهم على الأقل من أجل هدنة أخرى على أمل الإفراج على المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة ولكن الثمن سيكون مرتفعا بكل تأكيد ولا ننسى أيضا أستاذ محمد ولابد من الإشارة إلى ذلك أن حركة حماس هذه الحركة التي في النهاية يعني تعتبر ربما فرقة أو لواء داخل الجيش الإسرائيلي ما تزال بعد 71 يوم من هذا القصف الوحشي الهامجي وقتل ما يقترب من 20 ألف بدني فلسطيني ثلثيهم من الأطفال والنساء ما تزال قادرة على توجيه ضربات موجعة جدا جدا للإسرائيليين قبل يومين في حي الشجعية نفسه الذي قتل فيه ثلاثة أسرى إسرائيليين عرفنا عن مقتل عشرة إسرائيليين اعترف بهم جيش الاحتلال اليوم في شرق قطاع غزة قام مقاتلي حماس بمهاجمة موقع آخر لجيش الإسرائيلي وقتل عشرة منهم وجرح 35 جندي إسرائيلي باعتراف جيش الاحتلال نفسه فمن النحية العملية إسرائيل تعرت أمام العالم هذا الجيش الذي يوصف بأنه الثامن عشر على مستوى العالم من ناحية القوى العسكرية غير قادر على هزيمة حركة لا تمتلك ما بين 20 ألف إلى 30 ألف مقاتل حضرتك لو شفت الفيديو اليوم في الهجوم على الموقع الإسرائيلي في شرق قطاع غزة هتجد مقاتلين لا يحملون سوى الكلاشينكوف يحملون ربما الاربي جي أو التي بي جي هذه القذيفة الصغيرة يمشون حفاء عمليا على الأرض لكي لا تعقوهم الرمال ثم يستهدفون هؤلاء الجنود ويستولون على أسلحتهم ولكن في نفس الوقت أستاذ محمد لا يقومون بالتنكيل بهم لا يقومون بالتنكيل بجثة سبلن يقومون بالسير عليهم بجرفات كما رأينا في مستشفى كمال عدواني اليوم فهذا أيضا أمر يعري نتنياهو أمام الشعب الإسرائيلي أمام هؤلاء أهالي الأسرى الماضيين لم نرى مقاتلا من المقاومة يا أستاذ خالد وهو يطلق النار على جندي إسرائيلي يرفع راية بيضاء على الأقل نحن العرب لدينا هذا التراث الطويل الذي يكاد يكون مغروسا في جيناتنا استسلم انتهى الأمر يعني مدام قد رفع راية البلداء وليس ذلك فقط أستاذ محمد يعني نتذكر المشاهد البشعة التي رأيناه لجيش الاحتلال الصهيوني وهم يقوم ويقوم بتعريت الفلسطينيين في بيت لاهية واعتقالهم وحجزهم في ظروف غير إنسانية وحرمانهم من الماء والطعام لعدة أيام وقارن ذلك بالتصريحات التي خرجت من الأسرى الإسرائيليين الذين عادوا إلى بلادهم أو عادوا إلى تل أبيب بعد خروجهم من غزة وكيف شكروا مقاتل حماس على حسن المعاملة وأنهم كانوا يتشاركون معهم في الطعام ويعقدون مراقشات مطولة وكل هذه الأمور لنقارن بين هذا وذلك لنقارن بين تصرفات جيش الاحتلال عندما يدخل إلى حي الشجعية أو الأحياء الفلسطينية الأخرى ويقوم بتدمير الطعام خمي يقومون بإحراق الطعام في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيين من غياب أي أطعمة أو أدوية أو أغذية إلى جانب قطع الاتصالات عن قطاع حزة أحب أن أستثمر وجودك الكريم معنا في محاولة الإجابة عن السؤال التالي طيب الولد المشاكس تناقض اليوم مع كل الكلام الذي كان قد قاله أبوه بالأمس الأبوه الأمريكاني الولد الإسرائيلي يعني ما هي التبعات العملية لذلك أم أنه لا تبعات سيوجد تبعات بكل تأكيد ده أستاذ محمد يعني بداية بداية على الأقل لا ننسى أن هناك من بين الأسرة المتبقين الإسرائيليين من المائة وعشرين أعتقد تمانية من حملة الجنسية الأمريكية المزدوجة أعتقد أنه الأمريكيين يقولون أنه خلال كما سمعنا من جاك ساليفن ربما بحلول نهاية العام الحالي ربما قبل ذلك سيتم التوصل إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار من أجل تبادل المزيد من الأسرة وإذا تم هذا الوقف لإطلاق النار فإن الحرب غالبا لن تعود كما كانت في مرحلتها التي شهدناها منذ بدء العدوان فيها السابع من أكتوبر وسيتم التوجه كما قال جاك ساليفن نحو ما يسمى بالعمليات الجراحية أو الضربات الجراحية كما أشرت أنت أستاذ محمد لاستهداف الكابوس الذي يتحدثون عنه الآن يحيى السنوار زعيم حركة حماس وكانهم لم يقتلوا الشيخ أحمد ياسين من قبله عبد العزيز الرانتيسي وكل هؤلاء واستمرت حركة حماس وخرجت قيادات جديدة فبالتالي ربما هذا هو ما نشهده ومن الناحية العملية سواء كانت الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو أو حكومة جديدة بقيادة بني جانس أو بقيادة يائر لبيد الزعيم المعارضة فلن يتم سحب القوات الإسرائيلية من غزة بسهولة ما لم تنتهي قضية ملف الأسرة وملف الأسرة الشديد الصعوبة عاجلا أو أستاذ محمد سنصل إلى الجنود والضباط الإسرائيلي المحتجزين هم دائما يصورون ويبالغون المدنيين العجزة الأطفال ويتناسون أن حركة حماس عندما قامت باقتحام الحاجز والجدار الفاصل بين غزة وبقية أراضي فلسطين فإنهم قاموا بأسر العديد من الضباط والجنود وهؤلاء سيكون ثمنهم مرتفع وحتى أهالي الأسرة الإسرائيليين أنفسهم الآن يقولون نحن لا نهتم بهدف تدمير حركة حماس نحن نهتم فقط بعودة الأسرة لأن كل يوم يمر يزيد من فرص مقتل هؤلاء الأسرة والوقت ينفذ على يد الجيش الإسرائيلي نفسه من خلال هذا القصف فأعتقد أن هذه الحادثة تحديداً متعلقة بمقتل الثلاثة إسرائيليين في قطاع غزة والتحدث عنه بإنسانية شديدة هذا أمر آخر بصراحة يعني أنا استغربت له جداً حيث لو بصيت في الآلام الغربي أستاذ محمد هتجد النهاردة يعني قصص درامية على هؤلاء الثلاثة أحدهم كان يحب كرة السلة الآخر يحب قيادة المتسكلات والثالث كان يحب الحياة وكل هذه الأوصاف ودراما وكأن ما فيش 19 ألف فلسطيني قتلوا بينهم يعني الكثير من الأطباء والمحامين والصحفيين كما شاهدنا أمس مع الصحفي الفلسطيني سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة نسأله له بالرحمة والشهادة قالوها بوضوح هذا ليس استنتاجاً ولا بلاغ مني قالوها بوضوح نحن نحارب حيوانات لا وقالها حيوانات أدمية قالها جالنت قالها وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت وقالها أيضاً للأسف الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما يتحدث عن حركة حماس وكأنه لم يستمع إلى كلام أنتونيو جوتيرش الأمين العام للأم المتحدة الذي قال أن هذا الهجوم في السابع من أكتوبر لم يحدث من فراغ وأن هناك 56 عام من الاحتلال ونحن بالنسبة لنا 75 عام من الاحتلال العنصري لأراضي فلسطين وهذا هو الأمر فبالتالي أنت محق تماماً في هذا الأمر وهذا هو الأمر المزعج الذي سيكون له أثار حتى الأمريكيين الآن يحذرون منها أنا قرأت لبعض المحللين الأمريكيين يقولون في النهاية هذه ليست حربنا فلماذا ندمر علاقة الولايات المتحدة بالعالم الولايات المتحدة ليس لها حليف واحد فقط في المنطقة مسمى إسرائيل لها حلفاء آخرين كثيرين ومنهم الكثير من الدول العربية مصر السعودية الإمارات الحديوة الأردن بالتأكيد من ضبط هناك في واشنطن يا أستاذ خالد صدقني حين أقول لك أنني أستنير بالإنصاط إليك وافر امتناني للكاتب الصحفي الكبير خالد داود ترجمة نانسي قنقر